بسم الله الرحمن الرحيم حبابي وطلبة سنير وانا عبدالله يا رب اكونوا بخير ان شاء الله رب العمين في الفيديو ده هنتكلم على الليسون نومبر ثري والليسون نومبر فور في الانتجريتد ساينز اه تشابتر تو بنتكلم على الاتموسفير اخدنا الدرس الاول يا حبابي الاتموسفير وتكلمنا على طبقات الاتموسفير كانوا اربعة تروبوسفير استراتوسفير ميزوسفير ايونوسفير كلمنا في الدرس التاني وكلمنا كان عندي اربع حاجات كان عندي الهيت وقلنا الهيت بنقسها بالكوندكشن او بالكونفكشن او كمان بالرديشن عرفنا زي اني قس الحرارة سواء كان بالسليزيوس او بالكالفين او بالفيرنهايت وعرفنا كمان ان في بعض الكائنات الحية تقدر ان هي تعمل مع ظروف لو درجة الحرارة عالية عن الطبيعي او اقل من الطبيعي زي الوودفرغ هو والايز فيش اللي بيتكيفه او بيادابتد مع اللي اتنين كانوا بيكونوا اه كان عندك في الوودفرغ كان بيكون اي الوودفرغ لو انت فاتر كان بيكون عند سيادتك اه 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 جلوكوز او بيخزن جلوكوز اللي هو عبارة عن مادة مضادة للتجمد عشان يمنع تكوين اه بالنسبة لي كان بيمنع كان بيكون بروتينات عشان خاطر تمنع برضو موضوع الكريستلز انما لو قلت الناحة التانية درجة الحرارة العالية فانت معاك فيها او كانت بترجع على الماء الجسمها وكانت كان بتستخبه من درجة الحرارة العالية دارسين خفاف جدا الدرس التالت والرابع الراجل بيقول لسيادتك الدرس التالت فالراجل هنا بتكلم على خصائص كيميائية. فراجل بيقول لك اللي بتأفكت على مين? اقوله والله بتأفكت على الاتموسفير. طيب. تعال نشوف ايه هي حبيبي احنا بنتكلم في الدرس ده على حاجة الاتنين. تعال نتكلم عنهم كده واحدة. الراجل بيقول لسيادتك ايه هي اللي ممكن تأصل في الاتموسفير. عندك حاجة اول حاجة عندنا في حاجة اسمها اوزون جاز. غاز الاوزون. رقم اتنين عندنا الاير بوليوشن. قبلك ان الدرس ده سهل جدا التالت ده بالذات. اول حاجة هنتكلم عليها غاز الاوزون. كنا قلنا في الحصة اللي هي الاولانية ازاي الاوزون جاز بيتكون. بصة سيدي. احنا دلوقتي عندنا غاز الاوزون. طبعا يا جماعة بيتكون فين الاول في كانت طبقة اسمها سفير. الطبقة اللي هي التانية. فكان بيتكون في طبقة اسمها سفير. وقبلك ان الغاز الاوزون ده من الغازات اللي كمان شوية تعرف ان هي عبارة عن جرين هاوس جازس. غاز من الغازات بسميها عندنا الغازات الدفيقة. نفسنا يعني ايه غازات الدفيقة? يعني درجة حرارتها سفنة. يعني بتسخن الجو. طيب كرام جميل وبعدين. الغاز الاوزون ده كما عب يتكون ازاي? لو انت فاكر احنا كان عندنا في حاجة اسمها اكسوجين. اللي هو رمز او تو. ده كده. طبعا سيادتك عرف ان او تو ده عبارة عن او معها او هنبقى كده شوية صغيرة. اللي هي عبارة عن او. و او. واللي في النص بينهم دي كان ليها اسم. اسمها كوفيلانت بوند. مش انت عرف ان البوند هي اما هيجي عندنا كده نيزك من السماء. اسمه اشعة تحت البنفسجية. اللنث بتاعها او بيكون اقل من متين واربعين نانو متر. ده لازم ده معناها ان هي شورت ويف. ده ده كده بتاعها. هتنزل تعمل ايه? هتقصر البوند ديت. فلما تقصرها هيبقى عندك كده. كل او الوحدة ادي او الوحدة وادي او الوحدة. دي او بنسميها اكسوجين اتم. ودي بنسميها اكسوجين اتم. طب حلو. فاحنا كده طلع عندنا او لو طلع عندنا اتنين اتنين والاتنين دول بيكونوا يعني حرين. كلم جميل. طب ما تيجي نشوف بقى هنا عندنا. عندنا هنا اتنين احرار يعني كل واحدة الوحدة او طب وبعدين يا مستر. قلت له والله انت سيادتك بقى. هتلاقي هنا عندك دي كده هتتحد مع كامل فيكون عندك ودي هتتحد مع كامل ايه ده? مستر مين ده? ومين ده? حبيبي ده كده غاز اسمه غاز الاوزون. ده عبر عن اوزون جاز. مستر هو الاوزون جاز بيتكون من كام اكسوجين اتومز. الاولو الاوزون جاز ده بيتكون من ثري بيكون ست اوف الاوزون جاز بيكون ست اوف ثري اكسوجين اتومز. تلات زرات من الاكسوجين. بيتكون فين? زي ما قلنا جماعة بيتكون في الطبقة. الكلام ده بيحصل في الطبقة التانية اللي اسمها سفير. كلام جميل زي الفل. طب تعاني افتح بقى. البورد اللي بعدها. يالله بينا. نرجع لكلامنا تاني. فخلص خدنا كده خدنا الاوزون وعرفنا ازاي غاز الاوزون بتكون. وبتكون في في السراتوسفير. حبيبي يقول الاوزون ده يعتبر هو طبعا هو بيحمل من الاشعة يعني حائط صد للارض. من ايه? اقوله من من الاشعة اللي بنسميها يو في. فمين هو حائط الصد اللي بيحمينا من هقوله والله حائط الصد اللي معنا هو مين يا جماعة ها هو هو اللي بيحمينا من وصول الاشعة لها او اشعة تحت بنفسجية بنسميها كده بالعربي. اشعة تحت بنفسجية لوصولها لكوكب الارض. دلوقتي ندخل في الموضوع بقى اللي بعديه. دلوقتي الراجل بيقول لك الاوزون ده جماعة موجود في اللي هي الطبقة التانية. ولكن لو اذا وجد الاوزون في التروبوسفير. اقوله لاحظة واحدة. احنا عارفين احنا عندنا الاتموسفير لو دي كده عبارة عن كوكب الارض. عامل كده هوات اي دي الارض هيت. حواليها زي ما انت سيادتك عارف. ما تيجي فكرك بيهم اول اللي اعرب واحدة الارض اسمها طب التانية اسمها طب التالتة اسمها طب الرابعة اسمها ايونوسفير. الراجل بيقول لسيادتك هو هنا غاز الاوزون بيكون موجود. يعني في الاستراتوسفيريك لاير. لو مرة في الدرس الاول وتلك الاوزون ده غاز ازا وجده في دي مصيبة. يعني الاوزون حلو طول ما هو بعيد. بيحمينا من هو بعيد. انما الاوزون لو نزل تحت ده كده مصيبة. ده يعمل ايه? اقول له يعمل يعني بيعمل يعني تأثير عكسي. فاقول لجمع هيعمل تأثير حلو لوحش تأثير وحش. تأثير عكسي. يعني ممكن يعمل ايه? تعال اقول لك بقى هو ده بقى الدرس اصلا ومع هاي ريبليوشن. ركز بقى معي حت الجديف عشان دي مهم قوي. يعني وحش. يعني وحش. تروبو سفيريك اوزون. مستور انت قلت ايه? تروبو سفيريك اوزون. مش الاوزون ده موجود في الاستراتوسفير اقول لك صح عندك حق. بس انا بقول لك بقى ايه اللي يحصل لو اذا وجده في التروبوسفير يا لهوي. اول مشكلة عندنا الا وهي هتأثر على تلوص. هتأثر على تلوص الهواء. قريبو لك ان الاوزون ده جزء من الاسمج. اللي هو الضباب الدخاني. الدخاني اللي موجودة جماعة في الاسمج ده او الضباب ده بيكون جزء كبير منه عبارة عن اوزون. مستر هو الضباب ده بيتكون من ايه? تعال اقول لك. هو بيتكون من اربع حاجات نزل عليهم الشمس. نزل عليهم الليت. عاملين ميكس مع بعض. تعالوا لهم لك اول حاجة. عندنا غاز الاوزون. يبقى الاوزون ده جزء اه جزء بارت اوف اسمج. هو عبارة عن الاوزون جاز. وعندي كمان النايتروجين اوكسايد اكاسيد النايتروجين. اللي يعبارة عن ان او تو براكتس اكس. وعندي كمان السل فرن دايوكسايد. اللي هو الاس او تو. وعندك كمان اجزاء صغيرة كده موجودة في التروبوسفير في الجو. دول كم حاجة اربعة. تسقط عليهم اشعة الشمس. بتسقط عليهم كلهم كده مع بعض. بيكونوا عند سيادة حاجة اسمها اللي هو الضباب. فالاوزون هو عبارة عن او جزء من الضباب الدخاني اللي موجود فيه في الجو. ده رقم اتنين. ايه المشكلات التانية? طبعا المشكلة التانية دي بيأثر على الانسان. على يعني انت سيادتك انت ممكن تكون صحتك متأثر بالاوزون. ده لو وصلت الانسان. فقالوا رقم اتنين بيأثر على الهلث ايشوز او مشاكل في الصحة. اقول له زي ايه مسلا? اقول له والله رقم واحد يحصل مشاكل عندي. طب نصر ايه المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل? والله رجل في المنحك عندك قالك ممكن الله يحصل تلات مشاكل عند سيادتك. اول مشكلة عند سيادتك هنا. تحس ان فيه حرقان في عينيك. في منخيرك. في كمان فيه او في القصبة الهوائية. يبقى اول حاجة عندي يعني هياج او حرقان في تلات اماكن في جسمك. في في الصروت او القصبة الهوائية. رقم في النفس نفسه. في مشاكل في التنفس. رقم تلاتة. سيادتك تلاقي فيه كمان مشكلة حاجة اسمها اثمة. اثمة دي اللي هي بيسموله عربي ازمة. اللي هو بيسموه كده بالانجل اه اللي هو عربي بيسموه ازمة. اللي هو مشكلة الربو. او مرض الربو. فتلاقي الحاجة اسمها اثمة. مثلا ايه كلمة اثمة. الاثمة دي هكتبها تاني اشخاطر بس الناس برضو اللي هتذكر من الفايل ده. وبعطلوك الفايل ده بدي اف على الجروب. اثمة اللي هي عبارة عن مرض الربو. ودي عمرك كلها لعقب النفس. عملك انك انت تاني ما تتنفس غادر اوزون. يبقى عندك تلات مشاكل. قلنا او مشكلة عندك او عملية هياج او حرقان في النوز والايز والاي والثروت. رقم اتنين رقم تلاتة الايها العثم. طب في مشاكل تاني طبعا. الانفايرومنت نفسها اصلا هبوز. كل ده من اللي عمله? جهاز الاوزون. مسلا مش الاوزون ده كان حاجة حلوة. ايو يا ابني ما هو حاجة حلوة لما يكون موجود في الستراتوسفير. لما ينزل او يبوز الدنيا. رقم تلاتة اقول له والله رقم تلاتة مشكلة التالتة هي تأثير في البيئة. مصدر ازاي يأثر في البيئة? اقول لك والله ممكن يأثر على ايه طبعا اول حاجة هيأثر على 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 الزراعة. ده رقم احنا. رقم اتنين. يعني مصدر هيأثر على الكروبس والمحاصيل طبعا. هيأثر على البلانتس وعالجروت بتاعهم طبعا. رقم اتنين في بعض المواد هتلاقي بتتاكل. مصدر يعني كلمة يعني تآكل في بعض المواد زي زي البلاستيك. البلاستيك اللي ايه بيتتاكل. رقم اتنين الربر. تلاقي بيتتاكل برضو. مصدر اللي يعمل اللي عمل الكلام ده غاز الاوزون. رقم الرابعة واربعة والاخيرة. في عندك الجرين هاوس جاز جماعة غاز الاوزون اللي هو عبارة عن اللي بيتكون من اكسجون اتوم. ده عبارة عن غاز من الغازات الدفئة. اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في في آآ بقية الفيديو اللي هو في جزء بتاع الدرس اللي هو الرابع اللي هو في نفس الجزء بتاعنا. الجرين هاوس جاز او اللي هو الغاز. الجاز من الغازات الدفئة. يعني غاز يعني غاز سخن. من بتاعهم هو اصلا جاز سخن. طب غاز الاوزون ده جماعة. ما له. قال لي والله ده بيأثر على ايه? اول حاجة هو الجرين اللي عبارة عن جرين هاوس جاز. لما يكون موجود في الاتموسفير بيسبب مشاكل في او يغير في الطقس. مسلا زي ايه مسلا طبعا هو درجة حرارته عالية. فاكيد هيحصل يعني زيادة في اهاء في فيسخن الجو في مشانت تعرف ان طبقة كانت طبقة سخنة في المكان اللي فيها اه اوزون او طرق ايوة. فنفس الكلام برضو هو لو وجد هو عبارة عن جرين هاوس جاز غاز من غازات الدفئة. ده ده يعني سخن. فاول حاجة هو هيعملها ان هو هيعلي درجة الحرارة. فلما يعلي درجة الحرارة اكيد طبعا هيبقى هيعمل فيه. هيغير تغيير فيه الطقس. ده كده ملخص سريع له الاوزون وتأثير الاوزون علينا. اول حاجة الاوزون مش اي اوزون خلي بالك ده عبارة عن اول حاجة قلنا قلنا اهو قلنا اللي هو عبارة عن تلاوز الهوى. اول حاجة هو الاساس بتاع الاسمج او حاجة من من اساسيات الاسمج او الضباب زي مين اه الضباب اللي هو الدخاني الدخاني الموجود في الجو اللي هو بيكامل اربع حاجات اللي هو عندك الاوزون رقم واحد عندك الاوزون رقمتين عندك رقمتين عندك وعندك مع بعضها كلها. طب وطبعا ينزل عليهم مين? اقول له بينزل عليهم كمان اشاعة الايها الشمس. فتسبب هي الضباب الدخاني او الدخان اللي موجود. رقمتين مشاكل في الصحة زي اللي هيكفي النوز واللي كمان الحنجرة. او القصب الهوائية. آآ رقمتين عندك عندها مشكلة في التنفس. وكمان عندك اثمة يعني عندك الربو. طبعا بيأثر على على وكمان الزراعة. طبعا ده جماعة اللي هو الزراعة. وعلى المحاصيل الزراعية. تمام? ورقم اتنين بسبب تاكل فيه فين ها? اقول له تاكل كمان في بعض الماتيريال زوات وعندي هنا زي البلاستيك والرابر. رقم اربعة بيأثر وهو طبعا هو غاز من غازات الدفئة زي ما قلنا. على فكرة جماعة غاز من غازات الدفئة كمان معها غاز اسمو كاربون دايكوسايد. ده غاز من غازات الدفئة. فغاز سخن درجة حرارة عالية. فاكيد اكيد هيسخن مين يا جماعة? هيسخن الجو. فبالتالي هيعلي درجة الحرارة. وكمان هيأثر على او هيأثر على بوجه عام. تعاوني اتكلم على بقى جزء التاني من الدرس التالت. انا وهو رقم اتنين اللي هو نصدر يعني ايه تلوث الهواء او رقم اتنين الجزء التاني من الدرس التالت تلوث الهواء. نصدر هو من السبب اقوله والله السبب في موضوع ده حاجة من الاتنين. يا اما ممكن يكون السبب بتاعه طبيعي زي مسلا وليكن اقول له او رقم اتنين الغابات بيحصل فيها حريق لوحدها. ادي كده ده كده يعني طبيعي. الانسان ملوش دك. او ممكن يكون الانسان الله يخرب بيته وعمال بيخرب في البيئة. زي ايه بيعمليه الانسان? والله الانسان ممكن يعمل كزا حاجة. زي مين مسلا اقول له والله رقم واحد زي الدخان بتاع المصانع. رقم اتنين اقول له كمان مسلا زي اللي هو عبارة عن العوادم بتاعة السيارات او عوامل اللي هي اللي انت سياد تركبها طبعا بيطلع منها غازات في الجو تبوز الجو وتعمل فيه مصر طب ايه تأثير على الجو? او على العموم بشكل عام? والله جماعة ده كلام برضو كلام يعني كلام عام تعني الكلام برضو واحدة واحدة كده? اول حاجة بيقصد على الكلام اول حاجة عندي مشاكل في الوذر اقول لك ليه? لان عندي شوية غازات زي وعندي غاز تاني زي غاز الاوزون. دلو عبارة عن غازات زي مطلعك من شوية بنسميهم جرين هاوس جازس. مطلعك سمناهم من شوية بالعربي غازات دفيئة. طب دول هيعملوا مشكلة كبيرة. هنشرحها بالتفصيل في الدرس التاني اسمها احتباس حراري. فانت كغاز بالغازات دي بتأثر معي. او مثل لما نعمل احتباس حراري لما نحبس الحرارة جوه اليرث او جوه كوكب الارض. ايه اللي هيحصل? اوله والله هيحصل ملتنج الميل اوله ملتنج البولر ايس. شو انت عندك فيه جليد عند القطبين. لما احنا جماعة نحبس كوكب الارض ده ونزود درجة حرارته جامد. اول حاجة هيحصل عند سيادتك هينتج من على الكلام ده. او رقم اتنين لما تلجي يا جماعة يا سياحة المية تنزل على البحر. يبقى مستوى البحر يعلى ولا ايه? يعلى. يبقى رقم اتنين هيحصل فيه سطح المية هيبدأ انه هيعلى. رقم اتنين. بيقصر على رقم اتنين على على الصحة. زي ما كان كان بيقصر من شوية على الصحة برضو. وهتلاقي المشاكل برضو شبه بعضها. اقول له عندي تلات انواع من المشاكل بتاعت الصحة. زي ايه مسلا مشاكل ديت? تعالي اتكلم واحدة واحدة. اول حاجة عندي مشاكل في مشاكل في الجهاز التنفسي. زي ايه مسلا? لسه ايه لك من شوية. عندك مشاكل زي ايه عندك حاجة اسمها اثمة. فعندك مشاكل فررسبايراتوري. دي زيزس. مشاكل التنفس او امراض التنفس. زي مين مسلا امراض التنفس? اقول له والله عندي حاجة زي مسلا زي الاثمة. اللي هو الربو. زي عندي مرض تاني اسمه اللي هو التهاب. اه اه في الشعب الهوائية. عندي كمان مرض اسمه حاجة اسمها معناها حساسية. اه البرونكيتس دي معناها التهاب في الشعب الهوائية. يبقى عندي اول حاجة برضو لو حصل في البلوشن في الاير هيبقى عندي رسبيراتوريد او امراض فى التنفس او امراض تنفسية. رقم اتنين سيادتكي هيبقى عندي مشاكل بيسموها كارديو sehr سيادتك كارديو يعني قلب خلاص? رقم اتنين كارديو معناها قلب. فعندي كارديو المصطر يعني كلمة كارديو. يعني امراض لحabilقة بالقلب. مصطر يعني امراض علاقة بالقلب. يعني مثلا عندك مشاكل في القلب بنفسه او مشاكل فيه يحصل سكتة قلبية. آآ ده نتيج برضوء البليوشان بتاعها بتاع الاير. فقال رقم واحد عندنا. مش هعرف لي كل شو عمل بيلعب القلم ده. رقم واحد عندنا هيبقى فيه حاجة اسمها هارت. الهارت ديزيز. زيز رقم واحد. رقم اتنين عندي حاجة اسمها السكتة القلبية. رقم واحد. رقم اتنين. ممكن برضو المشاكل اللي عندنا هنا تأثر على الاتشيلدرنز. اصل على النمو بتاع الاطفال. ده مش كده وبس. ده كمان البليوشان ممكن يأثر على امراض الكنسر. طبع تخيل في بعض الامثلة او بعض المواد لو موجودة بكميات كبيرة تعمل كنسر. زي مين? اولو مسلا زي البنزين. وزي غير البنزين كمان عندي مادة اسمها يعني زي الزرنيخ. البنزين وزي الزرنيخ دول لو زيده بسببه امراض كنسر. وعندي البليوشن بأثر على على طيب يبقى انا عندي او الصحة بتأثر بكم حاجة باربع حاجات. اول حاجة بتأثر عليها الامراض ها. اه اول حاجة قلنا اول حاجة. عندي اول حاجة تأثر على الطقس. لان عندك بعض الغازات اللي هي الدفئة بتعمل او احتباس حراري. وبساعتها لو احتباس حراري يبقى جوي بانت كوكب الارض حبسنا الحرارة جواه. فلما نحبس الحرارة جواه. ساعتها هبص لي عندي اه 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 درجة الحرارة تعلى. فيحصل ملتنج الايس. الايس يحصل فيه ملتنج. اه رقم اتنين عندنا مشاكل صحية زي التنفس. هيحصل عندنا مشاكل في عندنا اثمة او حساسية. وعندنا كمان اه اه او عندنا امراض الرب والبرونكايتس. عندي مشاكل في القلب او امراض قلبية او سقطة في القلب. ممكن عندي مشاكل في الاطفال. وفي النمو بتاعهم وكمان لو عندي بنزين او ارسنك الزرنيخ هيزيج جدا يأثر عندي في الكنسر. تيجي بعد كده اخر حاجة معنا في الدرس ده الى وهي بيأثر على الايكو سيستم. رقم تلاتة بيأثر على الايكو سيستم عموما. اقوله رقم تلاتة بيأثر على الايكو سيستم. طبعا يا جماعة بيأل وطبعا الايكو سيستم ده هتأثر على على النباتات وهتأثر على الحيوانات. اول حاجة هيأثر على النباتات والحيوانات ازاي? اقوله والله هتأثر ده على الحيوانات اول نباتات. اقول له اول حاجة هقوله بيأثر على على النباتات. ان هو بيسبب فيه دامج فين? اقوله في هذا. اقول له بيحصل فيه دامج اف لانت لفووري النبات على فكرة ورقة النبات دي هي المكان اللي بيحصل فيها أصلا تكوين الأكل هو الفوتوثنتس فبالتالي لما ورقة النبات حصل فيها دامج أو تتكسر أو يحصل فيها قطع فقوله والله كده إحنا سعيتها جماعة هيزيد ولا هيقل الفوتوثنتس هقوله هيسبب Decrease of Photothentesis ولما الفوتوثنتس يقل يبقى هيسبب يا جماعة Decrease of Plant Plant And Productivity الانتاجية لأنك إنت لو أنت ذاكر زي ما نأخذت في الساينس أن النبات بيعمل Photothentesis عن طريق الليفز ده كده عبارة عن plant أهوات وأدي الليف بتاعها ورقة النبات دي أدي الليف هي المكان اللي بيصنع فالأكل يا جماعة اللي هو سكر الجولوكوس بيتكون هنا جوه في الليف فسيادتك بقى لما الليف دي للأسف للأسف عشان الخطر فيه بيأثر على بتأثر بها الليف فبالتالي هيحصل أن الأكل أهو جماعة أول حاجة نأثر على الليف فهيقل عندك فهيقل أو معناها الانتاجية بتاعت الأكل هتبدأ تقل واحدة واحدة هيتكل برو برضو مش هزرق مش هيا خطر بس ايه اللي هو انت اطلع مزبوطة الانتاجية اللي هو انتاجية الأكل يعني وطبعا انت عارف ان النبات ده أصلا لو انت مزاكر كويس بطرف ان البلانت ده أصلا يعتبر ايه النبات أصلا يا جماعة يعتبر عندنا هو الكائن المنتج للأكل فدي مصيبة انك انت كده هتبوز كل السللة الغذائية كلها صح والغلاط وشو انت عارف فاكر ان السللة الغذائية ان الكائن البلانت أو النبات والكائن المنتج للأكل خلاص كده ده كده بالنسبة للنبات طب تعالنا حد تاني بقى الزيب بتأثر أولو والله في عندي بعض الطيور او بعض في بعض الطيور وبعض الحشرات بيتأثروا بالبليوشن ده طب ازاي يا مستر والله بيأثر على البيهيفير والريبروداكشن هو بيأفكت من اللي بيأفكت ده والله اللي بيأفكت ده هو بيأفكت على كم حاجة على حاجة اتنين اول حاجة على بتاحهم اللي هو السلوك بتاحهم رقم اتنين بيأثر على الريبروداكشن على التقاصر والسلوك بتاحهم طيب طب مستر قديني امثلا مسلا اديك مسلا على موضوع الانيمالز ده زي هيحصل مسلا مستر ايه البيز ده اللي هو النحل عالد النحلة بيبدأ ان هو يقل بسبب بسبب طب لما النحل عالد ويبدأ يقل واحدة واحدة ده بيأثر عندنا ايه فاكر الفلاور لو انت فكر كان في حاجة اسمها فلاور اللي هي الزهرة كان بتتجوز عن طريق البولنجرينز لو انت فكر خ الدها في بسبب او النحل هو اللي كان Chef اللي كان ويبدأ ان هو يعمل حاجة اسمها بولنايشن اللي هو التلقيح مش كان بينقل اه من الانثر من الانثر إلى حاجة اسمها استيجما لو انت فكر كان اللي بينقل البولنجرينز ده كان البيز فبالتالي لما يقل عالد البيز فساعتها هي sumb هيفكت على الريت هيalls polynition بولنيشن عملية التوقيح. توقيح ده يا جماعة اللي هو لما كنا نقل البولنج جرين نوديها للأوفل عشان النباتي تجوز بعضه او الفلاور تتجوز بعضه. طب اخر حاجة معنا في الدرس ده ايه? يقول له ايه الحلول اللي بقى? ايه الحلول اللي احنا ممكن نعملها? رقم تلاتة ايه الحاجة اللي اعملها عشان نقلل البوليوشن? اوله بص يا سيدي. يعني عندنا تلات حاجات. اول حاجة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. نرجع لقلم بتاعنا تاني القديم. اول حاجة بدل ما انت بتركب المواصلات. اللي هي بتسبب تبدأ تستخدم ايه? اولا تستخدم ترانس بورتيشن. قلو عبر عن المواصلات العامة. رقم واحد. مكان الفيكلز بتاعي سبب ايميشن. عشان نقلل من ايميشن بتاعيها بتاع الفيكلز. رقم اتنين نعمل نطور يعني بنطور من مصادر الطاقة. زي مسلا زي ايه? مسلا تستخدم في البيت اللمض اللي هي اللد. فاللد دي عبارة عن عبارة عن لمبة او دي بتبدأ ان هي تقلل او موفرة او موفرة البيئة او بتبدأ ان هي تقلس اوهما كفى الكهرباء. رقم تلاتة نزود المساحات الخضرة. فنبدأ نزودها. طب نزود المساحات الخضرة ازاي? اولو الله عن طريق نبدأ نزود الايه? هنزود الشجر اللي موجود في عشان خطر الايه او هنزود عدد الشجر اللي موجود في عشان خطر ده بيزاعد ان هو بيزود عشان نزود او بتاعت الهو. يبقى اول حاجة اه الحل بتاعنا رقم تلاتة او نزود او الشجر عشان خطر كده نزود في بتاعنا نرجع بسرعة كده احنا اتكلمنا على ايه في الدرس ده? اول حاجة اتكلمنا على بتحصل عندنا. اه اول حاجة عندنا او طبقة او وفي الاخر اتكلمنا على اللي محل بها المشاكل بتاعتنا. اول حاجة غاز الاوزون هو عبارة عن غاز بيكون موجود فين? قلو بيكون موجود في الستراتوسفير. يوضع عبارة عن جرين هاوس جاز. غاز من غازية الدفئة. بينزل عندنا بتاعها اقل من ربعمائة وعشرين نانوميتر. بينزل يكسر اللي هي موجودة هنا بين الاكسجن اكسجن. فبيطلع عندك كام في اتنين في اكسجن اتم هما تطلعين عند سياتك. يبدأ ان هما يتحدوا مع كل واحد مع واحد تاني. فبالتالي يتكون الاوزون اللي هو رمز وطبعا الاوزون بيتكون من طبعا هو موجود في الستراتوسفير. ويعتبر الاوزون ده هو اعتبر او حق صد من والنا جماعة الاوزون بيكون موجود في الستراتوسفير وده بيكون حاجة حلوة على فكرة الاوزون اهو بينك الاوزون وهو موجود في الستراتوسفير ده كده اعتبر حاجة حلوة. طب يبقى حاجة ايها وحشة. ليه? طول ما الاوزون حلو وهو بعيد. اول ما يقرب يبقى وحش. ثم بعد كده عندي اوزون لي تأثير عكسي. اقول له واحد حاجة على ان هو جزء من او جزء من الضباب الدخاني اللي بنزل هو طبعا عبارة عن اربع حاجات نزل عليها زي ما حفظنا مع بعض اربع حاجات نزل عليها او دول ايها الشمس. واحد منهم هو مين الاوزون. رقم اتنين بيأثر على او بيأثر على اه مشاكل في الصحة وذي من تلك بقى مشاكل في التنفس وكمان عندك الايه اللي هي الاثمة اللي هو الرابو. بأسرع وبيسبب ان اول ما حصلت ادى ان هي هتقل. اه رقم اتنين بيسبب كروجن زي البلاستيك وزي كمان عند سيادتك او آآ المطاط. اه طبعا رقم اربع عبارة عن غاز يعني غاز دفيق يعني بيعالي درجة الحرارة بتاعت الجو. فبالتالي بيسبب في او تلاوس الهو ممكن يكون او هيومة. ممكن يكون طبيعة جدا من وكمان او ممكن يكون اه تأثير الايها تأثير الانسان. ممكن هو اللي بيأثر على الموضوع ده اللي هو عن طريق او او عوادم السيارات. رقم واحد بيأثر على ايه? اقول له غاز كربون ديوكسايد والاوزون دي عبارة عن غازات متسبب اللي انا اشرح بالتفصيل في الفيديو الجاي بتاع الدرس الجديد او اه اه الاحتباس الحراري هنحبس الحرارة جوا كوكب الارض فبالتالي لما هنحبس الحرارة جوا كوكب الارض دي بالنسبة لنا مصيبة. يعني كده هتعل درجة حرارة كوكب الارض جدا بكمية كبيرة. فبالتالي الايس اه بتاع البولز هيصر في ملتنج وكمان لما يا جماعة يسيح. فهيعلى الليفل بتاع المية اللي موجود فيه فيه. بعد كده هنأثر على الهلسة عن طريق زي الاثمة والبرونكيتس والالرجيك. عندك حساسية. وعندك كمان التهاي في الشعب الهوائية. وكمان عندك رابو. دي از امراض في القلب وكمان ويحصل فيه اه استروك. ده معناها ايها? معناها السكتة القلبية. عندك كمان الاطفال الصغرات تتأثر بزي وكمان عندي رقم اربعة. زي بعض المواد المسارطنة زي اه البلزين والارسينيك الوزرنيخ. اه طبعا بيأثر ان هو على الليفز بيحصل فيها دمج وده مكان اللي بيتكون جوه الاكل. فلما الاكل يتكون جوه البلاند. اه واحدة واحدة اه اه طالما الليف هيحصل فيها دمج. ده يأثر معي على طب الانيمالز او الحيوانات. هقوله زي وزي بيأثر على بتاعهم وعا وطبعا زي عدد بتاع البيز. فبالتالي او التوقيح بتاع النبات هيبدأ يقل يعني بتاع النبات هيقل. وحنا بيأثر عليك يا مان يا جماعة احنا لو قصلنا على او التوقيح بتاع النبات. فالتوقيح بتاع النبات ده كده مش هينفع لفلاور تتجوز نفسها او تتجوز فلاور تانية. فبالتالي التكوين بتاع الاكل هيبدأ ان هو يقل لواحدة واحدة. رقم اربعة. اول حاجة وسائلنا للعام نقل من استهلاك الطاقة ونستخدم وسائل قويسة للطاقة زي او زي اللي هي 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 اللي رقم اه تلاتة نزود كمية الغزاء او الاماكن اللي فيها لونه اخضر عشان لما نزود الشجر يبدأ يزيد معنا واحدة واحدة ونزود ده كده بالنسبة للدرس التالت هننزلك ده فيديو لوحده ثم وبعد كده هنزلك فيديو اه للدرس الرابع لوحده عشان ما نتقلقش الدرس طويل او الحصة تبقى طويل لو منزقش منه. السلام عليكم.